اشتركوا في القناة من الانزلات والانهيار الشابي من المؤسد انه بعد ما تم اقصال عديد من الوجوه السياسية اما بالاعتقال او بفعل القيود الادارية والاجرائية اسماء اللي تمثل طيارات وازنة وكان ممكن تثري المشهد الانتخابي وترفع من قيمة المنافسة وتعطي اكثر من خيار بالنسبة للشعب وبعد ما تثنت هيئة الانتخابات في تنظيم الاقصاء بحجوز ضعيفة وواهية ما سمدتش قدام نزاهة وسرامة وشجاعة قضاة المحتمى الادارية اللي رجعوا ثلاثة مرشحين بالنسبة للسيباق الياسي اليوم الشعبوية اللي كيف ما قلنا سابقا ماتت في قلوبة وانسا وحرقة كل السفن متاحها ما بقالها كان مواصلة الهروبي للامام وتعبيد الطريق امام مترشحها باش يحكم ضد ايرت الشعب ويزيد في المعاناة متاعها حتى ولو ادى الامر الى تقوير دولة قانون والمؤسسات وهذا ما يفسر القرار التعسفي واللاقانوني اللي اعلنت عليه في سابقة خطيرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتجاه القرار القضاء الاداري والاسرار على اقصاء ثلاثة منافسين فكوا حقهم في الترشح بقوة القانون امام هذه الاستماعات الشعبوية التعيسة في اقصائنا تطبيقا لقاعة البقاء والفناء نحب نأكد انه احنا مواصلين بحول الله باكثر قوة وعزيمة وحجج وبراهين معركة الحق والقالون كيف ما بديناها واثقين من نزاهة وشجاعة القضاء الاداري ومتوسمين كل خير في مؤسسات الدولة المؤتمنة على الدستور وعلى النظام الجمهوري باش تتصدى بهذا القرار الجاية وتحمي البلاد من عكاساته على امنها واستقرارها ووحدتها ونحفو المرفق القضائي على الدفاع على استقلاليته وشرفه مثل ما فعل القضاة الاداريون وندعي لا سيما ابناء شعبنا الى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والتهديم والالتزام بالسلمية والوطنية في التعبير عن تمسكهم باجراء انتخابات حرة ونازهة لانه قضيتنا قضية حق نحبوها تجمع مش تقسم وتنجي مش تغرق اختي اخواتي ابناء وطن الحبيب الشعبوية تسترزق وتسقاط من البؤس والفقر وسوء الاحوال وما تحبش اوضاع الناس تحسن لانها تستثمر في المعاناة وتعيش من الام العباد الشعبوية تجوع الناس ومن بعد تشباحهم كذب واوهام وحديث عن خيانة وعمالة ومؤامرات الشعبوية شافت اننا بدينا نرجعوا ونرجعوا في الامل للناس الشعبوية حست اللي برشة توانست نفسه وابدوا يقولوا قريب نخرج من النافق نسمى بتعتغير حلوة بدأت تهب على تونس لكن الشعبوية ما تحبش اللي يقدم الحلول الشعبوية ما تحبش اللي يبني الشعبوية ما تحبش اللي يرفع من نسبة نمو الشعبوية ما تحبش اللي يضرب على قفة الظوالي الشعبوية ما تحبش اللي يحب يحسن من ظروف العيش بتاع التونس أخواتي إخوتي أبناء وطن الحبيب اليوم زادت أكد بما لا يدعو أي مجال لشك أنه الشعبوية ما تحبش لقير البلاد أما نحبكم ترجعوا ستة شرل تالي وتتذكروا مليح كيفاش الشعبوية كانت تطول وجول وتبشر صباحا مساءا بتجديد العهدر وكيفاش كانت وما زالت تقوم بترهيب كل معارض للرأي وبإخماد كل صوت حر لكن أمل التغيير اللي عشناه مع بعضنا وكبر معانا وبين كل يوم كان أقوى من الخوف وأقوى من الظلم وأقوى من اليأس الأمل هذا ما عادش ممكن توقف الشعبوية مع بعضنا رجعوا الأمل هذا بحول الله واقع وحقيقة تعيد الابتسامة لتونس والجماد لسورتها في الداخل والخارج كما كانت دائما اليوم إنقاذ وغداً إصلاح قال الله تعالى وإن عدتم عدنا ربي يحفظ بلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر